وسط الأزمة المتصاعدة مع روسيا أعلن حلف النيتو اليوم إطلاق أكبر مناورة جوية في تاريخه لتشمل تنسيق الانتشار الجوي بين الحلفاء ومحاكاة صد هجوم على دولة حليفة حيث سيكون مقر إدارة المناورات في ألمانيا وتستمر نحو عشرة أيام وأكد الحلف أن إظهار حجم قدراته الردعية هو رسالة لكل الخصوم المحتملين بمن فيهم روسيا بأن الحلف جاهز للدفاع عن كل دوله في الناتو نحن عائلة من 31 دولة ديمقراطية تأخذ كل قرارتها بالاجتماع جميعنا نحمي بعضنا الواحد لكل الواحد والواحد للواحد الناتو حلف دفاعي لا يستفز الصراع وتشارك في المناورات الجوية نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الحلف وشركة له ليتولى تنفيذها كادر عسكري وقوات يصل عددها إلى عشرة ألاف شخص ولفت الحلف إلى أن هذه المناورات تحاكي إمكانية وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئة واقعة على أراضي الحلف وتركز على مواجهة الطائرات من دون طيار وصواريخ كروز يأتي ذلك على تأكيد الحلفاء الغربيين على أهمية دعم أوكرانيا التي تواصل هجومها المضاد الهدف والأمل هو الوصول إلى السلام كما وضحنا في السابق لكن يجب أن يكون السلام مبنيا على أساس الشروط الأوكرانية ونحن نقول ذلك لكي نشدد على أهمية مواصلة سياسة دعم أوكرانيا وبينما يواصل الناتو التحطير لقمة زعمائه الشهر القادم يعمل أيضا مع الاتحاد الأوروبي على خطة لتأمين النقل البري السريع للقوات على امتداد القارة التي يرى أنها تواجه أكبر تهديد أمني منذ عقود وسيم إبراهيم لتلفزيون دولة الكويت من أمام مقر المفوضية الأوروبية بروكسل